مهير الاهلوية وقصة انه علي احتمال يترك النادي الاهلي رحنا لاحد المصادر المسؤولة داخل النادي الاهلي هل لديكم عرض من نادي الهلال السعودي قالوا كل الكلام ده ولا نعرف عنه اي حاجة ما عندناش عروض لا رسمية ولا حتى شفاهية بل ان احنا رحنا لما هو اكتر من كده رحنا لاحد المسؤولين او احد اصدقاء المسؤولين في نادي الهلال السعودي قال لن نتقدم بعرض اصلا لعلي معلول السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب على مية جوال 14 برو ماكس وساحب على مية الف جنيه مصري كل الشروط تتفارق على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة وتدولت عدة اخبار حول رغبة القلعة الحمراء في اقتناس اكبر نجم في نادي الزمالك الان وهو احمد سيد زيزو الى صفوفه بقيمة عقد كبير تصل ل30 مليون جنيه في الموسم الواحد والذي لن تقدر ادرات نادي الزمالك في ظل الازمة المالية التي تعاني منها ان توفره للعب ولكن لم يتم التأكد رسميا من اتمام تلك الصفحة او من اي تصريح وقال مصدر منصور من داخل نادي الزمالك او من اللاعب حتى الان حيث يعاني نادي الزمالك حاليا من حالة من الطراب الاداري وازمات اقتصادية في الاونة الاخيرة ما تسبب في تأخر صرف مستحقات اللاعبين احمد سيد زيزو يعلن في بان الرسمي موقفه من النادي الاهلي نشر احمد مصطفى زيزو صورة جديدة عبر حسابه من واقع تواصل اجتمعي انستجرام وظهر زيزو ويستعرض لياقاته البدنية بموارسة التمرين وعلق كاتبا وفجر العلام احمد شبير مفاجأة من العير الثقيل بشان انتقال احمد مصطفى زيزو